اهلا وسهلا فيكم هاي المحاضرة هي تكملة للمحاضرة السابقة واللي رح نحكي فيها شو بيصير داخل الاسبرينت بلانينج حيث داخل البلانينج يتم الإجابة على ثلاث أسئلة رئيسية أما عن السؤال الأول أي لماذا هاي الاسبرينت الهقيمة عالية هون الاسكرام تيم بتساءل لماذا هاي الاسبرينت الهقيمة عالية ويتم الإجابة عن هذا السؤال من خلال قيام البرودكت أونر بمناقشة الاسكرام تيم وتوضيح كيف ممكن يتم تقديم البرودكت بأعلى فاليو للستيك هولدرز وأيضا يقوم جميع الفريق داخل الاسكرام تيم بالتعاون بينهم لتعريف الاسبرينت جول أي هدف هاي الاسبرينت وكيف ممكن يشكل فاليو عالية لدى الزبون وبالنهاية لازم نعرف أنه الاسبرينت جول يجب أن يتم تعريفه بنهاية الاسبرينت بلانيج وبهيك منكون عرفنا ليش هاي الاسبرينت رح تشكل فاليو كبيرة لدى الستيك هولدرز أما عن السؤال الثاني ما الذي يمكن إنجازه خلال هاي الاسبرينت فأول إشي بيقوم فيه الديفلوبمينت تيم وبعد مناقشة البرودكت أونر باختيار بعض الآيتمز اللي رح يبدأوا بتطويرها من داخل البرودكت باكلوك وبيضيفوها على الاسبرينت باكلوك حتى تصبح عبارة عن نطاق العمل المراد إنجازه في الخطة الحالية وممكن الاسكرام تيم يناقشوا هاي النقاط اللي تمسح بها مع البرودكت أونر حتى يفهموها بشكل أكبر ويصبح عندهم ثقة عالية عند تنفيذها وأيضا يعتمد اختيار الديفلوبمينت تيم لعدد النقاط أو الآيتمز اللي بدهم يطوروها حسب خبرتهم السابقة بكيفية إنجاز العمل وسرعتهم للوصول لتعريف الديفينيشن أفضل واللي حكينا إنه عبارة عن متى يكون هذا المنتج أو العمل المطور تاما ومقبولا وهون بتيجي معنا الكلمة اللي ادوناها كتير وهي الامبيريسزم أي التجربة حيث كل ما تطور الفريق خلال عمله وقام بتجربة طرق أفضل كل ما صار عنده ثقة أعلى بتقدير العمل المراد إنجازه خلال الاسبرينت الحالي وهيك بيكون الديفلوبمينت تيم وبقية الفريق عرف تماما شو ممكن يتم إنجازه خلال الاسبرينت اللي عم يتم التخطيط إلها أما عن آخر سؤال يتم الإجابة عنه خلال الاسبرينت بلانينج كيف سيتم إنجاز هذا العمل اللي تم اختياره والإجابة عنه ببساطة بيكون من خلال تخطيط الديفلوبمينت تيم للعمل اللي لازم إنجازه ولما تم اختياره من نقاط أو آيتمز من داخل البرودكت باكلوك بهدف تحقيق الإنكريمنت أي الجزء من المنتج واللي من مواصفاته أنه بيحقق الديفينيشين أوف دون وله قيمة عالية عند الستيكهولدرز بالإضافة أن الديفلوبرز بيقوموا بتقسيم ما تم اختياره من البرودكت باكلوك إلى وحدات أو آيتمز أصغر يسهل تطويرها والتحكم فيها أو إنجازها خلال يوم واحد أو أقل وطبعا أكيد إلهم حرية اختيار الطريقة الرح يتبعوها بالتطوير لأنه زي ما حكينا سابقا هم عبارة عن تيم سيلف مانيجينج وكروس فنكشنل وما حدا إلو سلطة تتحكم فيهم أو بكيفية عملهم إذن بالنهاية لازم نعرف بعد انتهاء الاسبرينت بلانينج بنحصل على الاسبرينت جول وعلى جميع البرودكت باكلوك آيتمز اللي تم الاتفاق عليها لتطويرها داخل هاي الاسبرينت حيث أنه هاي الايتمز اللي تم اختيارها بتشكل عنا الاسبرينت باكلوك أي البلان اللي بدنا نسلمها خلال الاسبرينت الحالي هيك بنكون غطينا كل شيء يتعلق في الاسبرينت بلانينج هاي الايفنت مهمة جدا وبنصح بدراستها أكثر من مرة لأهميتها في الامتحان يعطيكم ألف عافية ومنلتقي في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة